انسداد في أفق المساعي الدولية الرامية لبناء اكتقة بين الأطراف اليمنية واستمرار لتدفق السلاح للحوثيين سيما الطائرات المسيرة بعيدة المدى تحالف متخبط وغارق بين تنفيذ أجنداته في اليمن بعيدا عن الشرعية وبين ملاحقات المجتمع الدولي والهروب من الجرائم التي يرتكبها تخبط وتيه يفاقم معاناة اليمنيين ويعتم الضوء في نهاية المتاهة اليمنية تقرير حصاد الخبراء الدوليين في اليمن للعام 2018 كان آخر ناقص خطر يهدد مصير الشرعية الممثلة للقضية اليمنية ويترح استفهامات عديدة حول دور التحالف وأجنداته يؤكد التقرير تآكل الشرعية في المناطق المحررة واستحالة تحقيق هدف استعادة سلطاتها على كامل البلاد فيما تستمر الأعمال العدائية ضد المسؤولين الحكوميين من المستفيد من غياب الشرعية وإضعافها وكيف تتآكل تقدم الإمارات الأرض والنفوذ من تحت أقدام الشرعية بأدواتها المحلية في الجنوب حسب تقرير فريق الخبراء وتشن أعمالا عدائية مسلحة ضد الحكومة بقوات منفلتة تابعة للانتقالي الجنوبي تدعمها أبو ضب ممثلة بالحزام الأمني والنخب وهو ما أعاق سيطرة الشرعية على المحافظات الجنوبية بالتزامن مع صدور تقرير الخبراء وفي الوقت الذي لا يستطيع فيه الرئيس هذه العودة للبلد تقل طائرة إماراتية خاصة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المناوئي للشرعية إلى حضر موت لعقد اجتماعها الثاني في المكلة ويفتح لهم مطار الريان الموسد أمام المرضى والمسافرين وصلت قيادة الانتقال إلى المكلة في زيارة اعتبرها مراقبون محليون محاولة لجر حضر موت إلى مستنقع عدن وضرب قناعات أبنائها الذين يرون استحقاقات محافظتهم في اليمن الاتحادي الذي ضمن حقهم في توزيع السلطة والثروة يمنع مسؤولو الشرعية من العودة لليمن فيما يسخر التحالف إمكانياته لتمدد الكيانات والقوى الموازية والمدانة بجرائم ضد الإنسانية في تقارير أممية وحقوقية بغياب الشرعية وتواريها يخضل اليمنيون وبتناقضها وتغطية مسؤوليها عن جرائم التحالف يطعن الضحايا مرتين وبصمتها وهروبها من مواجهة الواقع الذي يفرضه التحالف تتلاشى كل يوم حتى تنتهي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة